هنا من أمتي نخب هنا الأبطال والنجب هنا الأشعار والآثار والأنثال والخطب سيبقى من مزارهم لنا الرمان والعنب سيبقى من قصائدهم لنا الأخلاق والأدب فنسمع كل ما قالوا ونقرأ كل ما كتبوا شموس نورها باق ولو مرت بها السحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير بين صحاري اليزيرة العربية الحارقة ومع عواصف الغزوات الطارقة وتحت سواد الغيوم البارقة وفي الربع الأول من القرن السادس الميلادي وجيوش القبائل تسن سيوفها وفوارسها تسرج خيولها ونساؤها تغطرف لتشحثهم رجالها قوي يأكل الضعيف غني لائبه بفقير إماء تسباء ومال يجباء وبين هذا وذاك كانت زبيبة أميرة حبشية تحيا بكرامة بين ذويها وفي إحدى غارة الموت والجشع جاءت كتائب بني عبس يقودها فارسها شداد بن قراد العبسي فغارت على قافلة حبشية فسلب شداد زبيبة فأعجب شداد بها فنكحها وكانت العرب تنكح الإماء ولكنها لا تعترف بأبنائها فولدت زبيبة ابنا كانت تعرف أن أباه لن يعترف به وسيعيش عبدا ذليلا فكأنها تقول له حين ولادته إنك ستعيش مثل العنترة وتموت مثل العنترة والعنترة هي الذبابة التي تعيش وتموت ولا أحد يحس بوجودها نشأ عنترة في أحضان العبودية والرق كلما حاولت أمه أن تجد له حياة كريمة تظهر سمية زوجة شداد فتشيبه عند أبيه ويكلفه بأعمال لا يقواها البشر ويهينه ويذله ومع هذا كله ظهرت على عنترة علامات الرجولة وتشكلت لديه بعض مكارم الأخلاق وراء من حوله أنه ورث بعضا من فروسية أبيه في سن مبكرة وعندما رأى كتائب بني طي تداهم أحياء بني عبس تهيأ لها وكأنه يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لن تفرجوا وذلك أن قبيلة طي غارت على عبس في ثأر لها إذ سبق لقبيلة عبس أنغزتها واستقت إبلها وكان عنترة مع قومه في حومة النزال ولكنه اشترك مدافعا لا مهاجما وحينئذ صاحب عنترة أبوه قائلا كر يا عنترة فأجاب عنترة على النداء هل عبد لا يحسن الكر لا يحسن إلا الحلب والصر فلم يجد أبوه من أن يمنحه اعتباره فصاحبه شداد قائلا كر وأنت حر وهنا ولد الفارس العربي النبيل فارس العربي الأول عنترة بن شداد بن قراد العبسي وولد الشاعر العربي العملاق أحد شعراء المعلقات السبع امتلأ شعره بالحكمة وبعزة النفس وبالسمو فهو يقول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ضل القصطلي فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندلي إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي وهو عنترة العربي الأصيل الذي يصون عرضه ويحمي شرفه فهو يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها إني مرء سميح الخليقة ما جد لا أتبع النفس اللجوج هواها وهو يقول لئن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دوائي ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء وإذا قاتل المرتزقة لأجل المال والصيت فإن عنترة يقول هل لا سألت الخيل يا ابن تمالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم يخبرك من شهد الوقيعة إنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ومع هذه الوقافات الموجزة في حيات هذا الفارس الشام الذي عاش في زمن لا يحكمه دين وإنما تحكمه الأخلاق التي قال عنها صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومع هذه الفروسية الباهية ومع هذه الأخلاق الزاهية نجد الكثير من أعداء النجاح الذين ما زالوا ينادون من شداد بالعبودية وبالعنصرية وبالعرق وحين يحتاجون إلى سيفه يمجدونه ويقدرونه والذين را في زمننا بعضا منه فيلخص لنا عنترة هذا الحال البائس فهو يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلال الثعالبي شموس النورها باقٍ ولو مرت بها السحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير حديثنا هذا اليوم عن نصر بن حجاج السلمي اشتهر بجماله وعاش في زمن عمر بن الخطاب يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يعس المدينة بالليل سمع امرأة اسمها الذلفاء تتغزل بنصر فلما أصبح عمر استدعى هذا الرجل فلما دخل عليه رآه من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم شعراً فقال عمر إني أرى جماله في شعره فطلب منه أن يحلق شعره فوافق وقبل ولما حلق شعره وطاف في شوارع المدينة وقد ظهر جبينه وظهر جمال وجهه سمعت المرأة نفسها وهي تقول حلقوا رأسه ليكسب قبحاً غيرة منهم عليه فلما وصلت هذه الأبيات إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفاه إلى البصرة فعاش بقية حياته في البصرة ولما اشتاق إلى المدينة كتب أبيات أرسلها إلى عمر بن الخطاب يقول فيها لئن ظنت الدلفاء يوماً بمنية فبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء ومالي جرمة فألام فيمنعني مما تقول تكرمي وآباء صدق سالفون كرام ويمنعها مما تقول صلاتها وحال لها في قومها وصيام غدا سنحكي قصة أخرى وليس لها ثمن فلما سنحكي في غد ولمن حكايتنا لمن من الجزيرة أو من الشام العريق أو اليمن أن التجاتل أمتي تلقى الشريف المتمن فترقبوا زاداً إذا تختار من نخب الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر